تانية لبرنامج بالورقة والألم بعد توقف الأسبوع الماضي لظروف الصفر أتمنى من ربنا سبحانه وتعالى أن يكتب الخير لكل المصريين ويكتب الصواب لكافة المسؤولين في اتخاذ قرارات مهمة خلال الفترة اللي جاية بصفة عامة على المستوى السياسي والرياضي والاجتماعي وعلى مستوى النهوض بالدولة خلال الفترة اللي جاية مع الابتعاد عن المصالح الخاصة والأغراض الشخصية والأهداف الشخصية الأسبوع اللي قبل اللي فات كان معنا الحج محمود الشامي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة واتكلم فيه أمور كتيرة خاصة بأزمة الزمالك ومباراة الزمالك وإمبي اتكلم فيه رؤية اختيار المدير الفني للمنتخب الوطني إلى الغاية دلوقتي لم يتم حسمه حتى الآن وهنعرف بعض الفاصل إيه الأسباب وإيه الأسرار الجديدة مش هيعرف أن في ناس كتير جدا مستنياني ومستنية الأسرار الخاصة باختيار المدرب اللي هيقود المنتخب الوطني حتى 2018 ولكن هيكون عندنا برضو مفاجآت جديدة داخل نادي الزمالك ومفاجآت خاصة بالكرة المصرية نطلع فاصل ونشوف محمود الشامي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الأسبوع قبل اللي فات قال لي ايه ما أكتر المزايدات اللي تمت في الفترة اللي فات دي ما أكتر المتاجرة بالشعرات وبالدماء بأغراض مختلفة وبنواية مختلفة تقديم الثلاثنة حضر مصر كتر قدب أنا شايفها معناها مهيار للمنظومة الربية الهيئة اللي بتدير المباراة نادي الضيف هو المسؤول عن تنظيم المباراة ده مش معناه أن نادي الزمالك ومنسؤول عن المباراة عشان مصر أكد بس عشان ما ننميش بالتوقع ولا احنا بنهرب ولا بنقسر إيدينا اللي حصل نتيجة بخول الناس وخروجها مش دل مش دل مش دل ده موضوع كده التحقيق زي ما أنت قلت هتسيب التحقيق يقول إيه الأسباب وإيه اللي داخل إحنا وسببه لما بدأنا الدوري كان مطلب قومي بعودة الجمهير وبدأنا الدوري وإحنا قلنا بلاشت جمهير دلوقتي حصل اجتماع لجنة طرق لجنة أندية وطلب من إيس لجنة أندية راح بنفسه سماعي رجل بجز وزراء ووزير الشباب وقابل وزير الداخلية وطلب طلب واحد بس اجتماع عاجل لجنة الاندية واتحاد المصري اللي بحث إيه عودة الجميع دي كانت فين في خمسة تسعة في 2014 كل ما تم تحديثه في استعداد وزير الشباب عمل خطة طموحة مستعد استعداد كامل إن كل الكاميرات موجودة لبوات الكهرباء وبوات الكهرباء كل ده موجود جاهز لإستقبال الجميع ببيش مفيش ملعب بفيش اشترطات عشان بس ما نزيدش عال موضوع لاعب اللي موجودة في قوات صراحية مشكلة أمنية معقدة إيه يا بقى إيه يا بقى إيه يا إنه ليش موجودة بأي حتى في العالم الأسوار الخارجية حاجة من الاثنين إما خطأ فردي نتيجة عدم يعني إحساس بالمسؤولية نتيجة زيادة الاحتقان والاستفزاز اللي حصل قبل المباراة وقبل المباراة في قرية التوزيع التذاكر قدل هذا اللي حصل قام مع خطأ فردي خطأ فردي بسيط أو يكون فيها حاجة حاجة تبينها حاجة تبينها تكون من اللي هي حاجة تقول عليها السياسية ما يكونش ده على حساب ده صح أنت مو يرضي الله الناس اللي مادئ ده ربنا يعلم أنا معلش أنا أنا من ضمن الوحيات يعني زميل أخي بنتي في المدارة في العمارة محمد صلاح عشرين سنة ده ابني وده ابني يعني أنا ربنا يعلم احنا بنعمل ورد استغفار البيت عندها لهم ساعتاشر يوميا بالليل هو ده هو ده اللي هيوصل مش المزايدة مش توقف النصار مش المتاجرة بمدغدغة مشاعر الشباب التانيين عشان كمان يبقوا ضحية تانية عشان انسخانهم عشان يطلعوا يقفهم ويعملوا حاجات في الدولة الناس قالوا أني محبوط قالوا أني مصر هتنزق فيه صلاحة بحيانا مش هتنزق فيه صلاحة بحيانا مش هتنزق فيه صلاحة اه 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 نهائي استقلت وقوله قدامه هو لأنه هفشل انا مش هتحمل مسئولية انهيار قرية قدم ومنظومة وهدار ما العام وهدار ما العام أكثر من 4 مليار 5 مليار في دولة بتعاني المعاناة الشديدة دي وعايزة تقوم وفي عرض جنيه مش عارفين يدبر دروة فيعني ما ينجيش النهاردة قضيع عملة صعبة وضيع تعاقدات وضيع صمعة وارجع لما قبل 2011 تاني ألعب في الجونة وقولك لعب الكاس رايح جايب ولعب استرطلة الظهر النهاردة إن انا في إدارة الأزمة دي تقوط رأيب يا جد اللي ما بتكلموش والدعت فيه ممكن لوح يطلع يجتمك كلك كذا ممكن نتيجة ضغط إعلامي نتيجة بتاع اطلع تصريح اطلع حاجة بتضربة ادت احساس ان احنا مرتبكين احتلناها ضعاف لكن احنا مش كده مش هنبقى كده إن شاء الله احنا جدين وبنشتغل وفي رغبة ده ده كتير من الناس لكن الأحداث دي فعلا مؤثرها فينا جدا زي ما انت شايف النهاردة ده واحد كان جاي من دي سنة ونص بدا 6 شهر يعني فيه تأسير فيه يا جماعة عشان تقول بقى وقف النشرات كمان انت من حدش يجيه لك يضرب معك فيه ناس ما كانوش حلمه ده وزير ده من ده الوزير ده كان فيه فلان باشا ده كلام يعني سطحي أنا بتعمل على الصلاحيات اللي موجودة في هذا الكهان انت عامل مع كهان تتحدى كله ده كهان فيه ناس محترمة جدا من وجهت نظر بعض الناس ده كانو شايفه من أقوى الناس ده كم الأداء بعض شكله ضعيف لكن هو قرار قوي يمكن ان شاء الله في الجزء الاخير او بعد عشر ده بالضبط هيكون معنا كابتن احمد حسن نجم الكرة المصرية ومدير المنتخب الوطني السابق وفي توقيت مهم جدا ويمكن تعمدنا ان هو يكون موجود الاسبوع ده لان هو واحد من اصحاب الخبرات في الكرة المصرية بصفة عامة سواء على مستوى الاحتراف او سواء لعب للاهلي لعب لزمالك او توليه خلال الفترة الاخيرة مهمة مدير المنتخب الوطني وبالتالي لابد ان انت داخل على مرحلة خاصة بالمنتخب الوطني انك انت تشوف داخل فكره ايه وهو بيفكر في ايه خلال الفترة اللي جاء عشان نتعلم كمان من المرحلة اللي فاتت خصوصا انه هو عاش تجربة يمكن من اهم التجارب اللي احنا مرينا بيها سواء مع بوب رادلي المدير الفني الاسبق للمنتخب الوطني او الكابتن شوي غريب المدير الفني السابق للمنتخب الوطني قبل ما نستقبل الكابتن احمد حسن مدير المنتخب الوطني السابق والمرشح لنفس المنصب خلال الفترة اللي جاية يمكن بدأنا عندنا مجموعة من الاخبار اهمها ان الجهات الامنية بتتحفظ على استضافة مباريات الدوري لنادي الزمالك بالقاهرة يمكن بعد الاحداث اللي حصلت فيه مباراة الزمالك وامبي بقى فيه يمكن تحفظ او فيه تحديدا تفكير داخل الجهات الامنية اتكلموا مع بعض المسؤولين داخل مجلس ادارة نادي الزمالك في ان الزمالك يبدأ يدور على ملعب خلال الفترة القادمة من ضمن الملعب المرشحة لاستضافة مباريات الزمالك في الدوري ملعب برج العرب باسكندرية ولكن حتى الان نادي الزمالك لم يستقر على ملعب المعروف طبعا ان نادي الزمالك هيلعب مباراته الافريقية يوم 13 13 مارس هتكون في الجونة نادي الزمالك المفروض هيسافر للجونة 10 مارس اللي جاي ولكن لا تزال المشاكل موجودة داخل نادي الزمالك وتحديدا ما بين مدير الكرة وبعض اللاعبين وده اللي بدأ يدفع لي بعض عضا مجلس الادارة او ادارة النادي انها تفكر في عبد الحليم علي انه يكون موجود في منصب مدير الكرة في حالة اقالة اسماعيل يوسف مدير الكرة الحالي والتفكير انه في حالة اقالة اسماعيل يوسف مدير الكرة الحالي لخلافاته مع بعض اللاعبين او بالاخص كمان لعدم السيطرة ودوة يمكن مداي شوية فريرا وفريرا المدير الفني يمكن شايف انه في بعض المشاكل الادارية داخل الفريق فهيحسن قراره بعد المباراة الافريقية كمان قد تشهد خلال الفترة اللي جاية تغييرات في الجهاز الفني لنادي الزماني ولكن المؤكد ان احد المسؤولين داخل النادي الزماني رشح عبدالحليم علي مدير الكرة السابق او مدير الفريق السابق انه هو يرجع مرة تانية ليتولى نفس المنصب طبعا اسمه تاريخ عبدالحليم علي ويمكن هو بيتسم كمان بشخصية تختلف شوية عن اللي عايشين او متعايشين من ابناء نجز زمالك ان هو من ساعة ما بيخرج مثلا من المنصب او حتى لما كان لاعب ما بتلاقيهوش بيرغي كتير وبيتكلم كتير وفي نفس الوقت شخصيته مش من الناس اللي بيطلع يتكلم عن حد من المسؤولين سواء السابقين او حاليين او في نفس الوقت مش من اللاعبين او نجوم نادي الزمالك اللي هما بيتملقوا المسؤولين وبالتالي بعض المسؤولين داخل نادي الزمالك بيرشحوا عبدالحليم علي خلينا الايام اللي جاية نشوف ايه اللي هيحصل داخل نادي الزمالك وتحديدا ننتظر بعد مباراة الجونة او المباراة افريقيا اللي هتكون في الجونة ولكن خلال ايام قد تحدث مفاجأة مدوية داخل نادي الزمالك مرة تانية ارجع لي يا ماهر مرة تانية بأكد ان قد تحدث مفاجأة مدوية داخل نادي الزمالك انا على علم بتفاصيلها على علم باحداثها ولكن يمكن يمكن من حوالي نص ساعة اطلب مني ان انا ما تكلمش في هذه المفاجأة الا بعد ان تحدث خلال الايام اللي جاية وبالتالي مش هنتكلم فيها الى ان تحدث وهنشوف هل فعلا هيتخذ قرار او هل فعلا هيكون في احداث خلال الايام اللي جاية داخل نادي الزمالك ولا لا ده بالنسبة فيما يخص نادي الزمالك هروح سريعا لخبر جديد داخل اتحاد الكورة وما يخص المدير الفني للمنتخب الوطني طلق النهاردة الكابتن حسن فريد نائب رئيس اتحاد الكورة اتصال من وديع الجري رئيس الاتحاد التونسي للكرة القدم استفسر خلالها من حقيقة مفاوضات اتحاد الكورة مع جورج ليكنز المدير الفني للمنتخب التونسي وبدأ فعلا وديع الجريء حذر اتحاد الكورة من التفاوض مع جورج ليكنز المدير الفني للمنتخب التونسي وفي نفس الوقت اكد له ان ليكنز جدد عقده مع الاتحاد التونسي ومستمر مع المنتخب التونسي وطلب تحديدا الكلام ما بين الوديع الجريء ان يكون فيه يعني ابتعاد من اتحاد الكورة عن جورج ليكنز حفاظا على العلاقات ما بين اتحاد الكورة وما بين الاتحاد التونسي حسن فريد نقل الكلام دوت لجمال علام رئيس اتحاد الكورة اللي خد قرار على الفور بتوقف المفاوضات مع جورج ليكنز المدير الفني البلجيكي للمنتخب التونسي وبالتالي بقي المدرب الاجنابي التاني اللي موجود هو الانجريس المدير الفني السابق للمنتخب السنغالي الانجريس اللي خرج من الدور الاول لبطولة امم افريقيا اصبح هو ويمكن دي تسيرة الذاتية وخليها ماهر شوية عشان الناس يتقرأ المدرب ان شاء الله اللي احنا بنعول عليه ان هو يوصلنا باذن الله لكاس العالم خلال الفترة اللي جاية الانجريس يمكن الحمد لله يعني هو تولى قعد ثلاث سنين مع تولوز الفرنسي ما عملش حاجة قعد مع جورجيا منتخب جورجيا موسم برضو ما عملش حاجة بسم الله ما شاء الله كمان قعد مع الجابون اربع سنين ما عملش حاجة يعني السيرة الزاتية بتاعته قوية فعلا يعني اتحاد الكرة بيحسن ترشيحه للمدير الفني اللي جاي اللي كلنا طبعا لازم نعفره الانجريس اللي هو المفروض الاقرب لتولي المنتخب الوطني الانجريس من 2010 ل2013 هو ده الانجاز الوحيد اللي عمله قاد منتخب مالي لاحتلال المركز التالت لكاس امم افريقيا 2012 مرة تانية ماهر عايزك تعيد الـ CV بتاع المدرب الاقرب لتولي المنتخب الوطني خلال الفترة اللي جاه الانجريس في نفس الوقت هو اللي تولى تدريب منتخب السنغال من 2013 ل2015 والحمد الله طبعا الكل عارف ان احنا يعني رايح جاي اتغلبنا في التصفيات من السنغال والسنغال اعتقد ان هو كمان عنده 65 سنة او اي ان كان 67 سنة يعني اي ان كان انا ما بعترفش دايما طالما المدرب قادر على العطاء انا ان شاء الله رب يعني احد المدربين كان من والجوزي يعني فترة من الفترات كان لغاية ما كان موجود مع النادي الاهلي كان بيقود النادي الاهلي لبطولات ولكن انا مش ببص لعامل السن نهائيا لان الطالما المدرب قادر على العطاء يبقى من حقه ان هو ان شاء الله رب يكون عنده 70 سنة ولكن هو في نفس الوقت قاد منتخب السنغال خلال الفترة اللي فاتت وشفناه في امم افريقيا 2015 والاتحاد السنغالي فسخ عقده الناس بس عشان ما تكون عارفة اللي كان حاصل مع الان جريس الان جريس بدأت المفاوضات معاه قبل بطولة امم افريقيا من اتحاد الكرة وتم ترشيحه وتم استطلاع رأيه ووقتها يعني بالبلدي اتنك في شروطه على المسؤولين في اتحاد الكرة وطلب 100 الف يورو كراتب شهري واشترط والمسؤولين في اتحاد الكرة مش هطلعوا يقول الكلام دوت اشترط ان يكون الجهاز المعاون جهاز اجنابي كامل ان هو ييجي بجهازه وطلب كمان وقتها ان يكون المفاوضات بعد امم افريقيا لما حقق النتائج طبعا المزهلة في امم افريقيا 2015 وتحديدا خروجه من الدور الاول للبطولة رغم ان هو على الاقل مش هقول المرشح الاول عشان ما نكونش بنبالج وبنحمل الراجل اكتر من طاقته لكنه على الاقل هو احد اربع المنتخبات اللي كان على الاقل يوصل المربع الزهبي بلاش يوصل المربع الزهبي يوصل دور التمانية لكن الحجة ان بيجي يقولك انت كان معاك مين في المجموعة هو من المفترض ان البطل ما بيفكرش في قوة المنافسين اللي كانوا معاك ونرجع انا مش عايز ارجع واقول ايه نرجع ل2006 و2008 و2010 بالمجموعات اللي كانت معنا لا نرجع ل98 ايام الجهري الله يرحمه برضو بالمجموعة اللي كانت معنا بالمواجهات اللي احنا وجهناها في الوقت بطولة امم افريقيا اللي اقيمت في بوركينة فاسو 98 وما تلاها في 2006 وما تلاها في 2008 وما تلاها في 2010 اقصد اقول ان البطل لا بيفرق معاه قوة منتخبات ولا قوة مجموعة ولا اي قوة واللي هيقولك كلام دوت هو واحد عاش التجربة ديت هو احمد حسن يعني بلاش انا كلامي يعني او نستطلع رأيه في حاجة زي كده هو الكابتن احمد حسن نرجع نقول الشروط اللي هو كان طالبها كانت 100000 يورو ليه هو الى جانب جهازه المعاون اللي كان طلبه كله اجنابي واللي يطلع ينفي واللي يطلع يقول بيتقلك معلومات غلط براحته لكن المعلومة المؤكدة ان المفاوضات دلوقتي الانجريس ما جالوش ولا عرض من ساعة امم افريقيا او من ساعة فشلوه في امم افريقيا والخروج المهين للمنتخب السنغالي اللي كان بيضم عناصر من افضل العناصر اللي موجودة في افريقيا في الوقت الحالي والفكرة كمان ان هو بدأ دلوقتي او المفاوضات دلوقتي معاه على ان هو يقبل بخمسين الف دولار وقد تصل لستين الف دولار وبعد اما كان طالب جهاز اجنبي كامل بدأ طالب النفرين بس هايجو معاه طبعا لازم يكريمهم وهو جاي واحد مساعد واحد مدرب احمال بعد اما كان الجهاز المعاون كله طالبه جهاز اجنبي ده بالنسبة لالانجريس المرشح الاول دلوقتي لتدريب المنتخب الوطن النحية التانية في فرانك ريكر اللي هو طبعا نجم المنتخب الهولندي كلاعب وطبعا احنا لعبنا قدامه في كاس العالم 1990 والناس اللي فكرة طبعا فكرة الترئيسة الشهيرة ده السيرة الزاتية او السيرة الزاتية التدريبية لفرانك ريكرد المدير الفني السابق للمنتخب السعودي ده مشواره طبعا كلاعب ما حدش يقدر ده ما حدش يقدر يتكلم على السيرة الزاتية كلاعب واذا كنا هنتكلم هنا دايما برضو فكرة ان انت بتتكلم على السيرة الزاتية كلاعب هناك فارق ما بين اللاعب والمدرب اعتقد ان احنا مرينا به او عندنا اسماء كبيرة ولو هتعتمد على تاريخ اللاعبين فقط يبقى انا برشح دلوقتي حسام حسن لتدريب المنتخب الوطني رغم انه لم يحقق اي بطولة كمدرب ولكن كلاعب ما حدش يقدر يتكلم عليه كلاعب لكن هي الفكرة ان انت لما بتختار مدير فني سواء لفريق او لمنتخب فانت بتختار السيرة الزاتية بالنسبة له بالنسبة له التدريبية الفرانك ريكارد من 98 ل2000 فشل كمدير فني او كمدرب للمنتخب الهولندي نفس الامر بالنسبة درب برضو في السعودية والناس عارفة كانت التجربة الاخيرة في 2011 ل2013 وخرج من بطولة خليجي 21 لكن هو في النهاية حقق لقب الدوري الاسباني ودوري الابطال في 2003 في الفترة اللي تولى فيها طبعا باشلونة من 2003 ل2008 ولكن يعني هو طبعا فيه بعد كده هو بعد ما خلص تدريب التدريب المنتخب السعودي بدأ التجرب بعد عن التدريب لفترة كبيرة وبعدين راح اشترى محل بيتزا في هولندا ده الكلام ده وفق لي تقارير هولندية اشترى محل بيتزا بحوالي 700 ألف يورو وبعدين فشل فيه وفاق باعوا وباعوا 800 ألف يورو ده وفق لي التقارير الهولندية برضو مش كلامي فيعني لو اي حد بتاع فطير عنده سيرة ذاتية او كان لعب كورا يروح يقدم السيرة الذاتية برضو بتاعته قد يكون او قد يهتم التفاوض معه خلال الفترة اللي جاي لكن خليني اتكلم في المعايير اللي حطتها اللجنة الخماسية ل اتحاد الكورا او الاختيارة المدير الفني للمنتخب الوطني خلال الفترة اللي جاية اهمها ان يكون حاعب طلاط او ان هو يكون درب اه في افريقيا لا لانجيريس حاق بطولة ولا فرانك ريكارد درب في افريقيا شكرا ونكتفي بهذا القدر ونطلع نستقبل احمد حسن نجم الكورا المصري اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة